اخر شي ممكن ان نقشف الـ IV Administration انه في حال انطيت ما يسمى بـ Short Infusion at Regular Interval انا دا انطي Short Infusion at Regular Interval يعني مثلا قطي ندرك ساعة Infusion كل 12 ساعة طبعا المثاله واضح هو عدنا الفانكوماسين حتى نتجنب الـ Redman syndrome نضطي Infusion مثلا نص ساعة الى ساعة كل 2 ساعة مثلا او 24 ساعة الى اخرى في هالحاله الطريقة انه راح ندمج المعادلات اللي اخذناها بالـ Multi Dose Plus Infusion اثنين اثنين فلو رسمنا المخطط مالتنا الـ Concentration We at Time هنانا نجيب الـ Concentration هنانا الـ Time اللي راح يصير عندنا الشون انه اول شي نضطينا الـ Infusion اللي هو خنا نقول ساعة Infusion دعنا نقول هايا 1 hour Infusion الطاني C Max اللي حتينا به طبعا ننتظر مثلا خلال 12 ساعة اخرى دعنا نقول هايا 12 ساعة نضطي الـ Infusion الثاني اللي هو هذا Time Infusion وهذا Tau مالتنا فهنانا مو الـ 12 راح يصير 13 ساعة لنعدد 12 ساعة كل 12 ساعة حطي 1 hour مثلا نصعد هنانا طبعا خلال ساعة نضطي الـ Infusion هذا Time Infusion نضطينا طبعا يوصلنا الـ C Max 2 مثلا وينزل بعدها نضطي Infusion ثالث الى اخر وينزل الى ان نوصل الى الـ Steady State او غيرها طبعا ها سفر رسم مخربط بس انهم نوصل الفكرة وراح نراه لكم ها بالاسنادات إن شاء الله هنانا شون نحسب بها الحالة أدي Time Infusion وعدي Time Tau أدي Tau أدي Time Infusion الفكرة فقط انه ندمج المعادلات اللي أخذناها بالـ Multi Dosing أول شي إذا ريد أعرف After Infusion Time شون أعرف الـ Concentration هو Infusion Rate تقسيم المعادلات تقسيم المعادلات هذا تقسيم المعادلات لا بـ Factor الـ 1-E K Time Infusion هذا أخذناه من Accumulation Time هذا مضروب بـ هذا بالضبط يمثلي مثل الـ Multiple Dose الذي أخذناه الـ Volume Distribution بالضبط بس هذا كله لـ Infusion Infusion Rate و Accu Time اللي بهذه المكان هذا نقيس هذا المكان به حدنا بالنسبة لأنه طبعاً هذا نحكي بالـ Steady State Concentration اللي راح طبعاً بالـ Steady State Concentration في الـ Multi Doses طبعاً وليس بالـ Infusion اللي راح نضربه بالـ Accumulation Factor مع الـ Steady State Concentration اللي هو 1 على الـ 1-E K Tau اللي أخذناه بالنسبة يعتبر Accumulation Factor بالـ Steady State Concentration طبعاً هنا من نحسب الـ Minimum أو غير أي تركيزة هنا نحسب حساب الـ C End اللي حسبناه يعني ورا نصف ساعة أو ساعة وقفت الـ Infusion فنفس معادلة الـ C نضربه هنا في الـ E Minus K T Minus T Infusion وراح نراويكم ما طبعاً هاي المعادلة هالي يحفظ؟ لا بس نعرف فيش وقت نستخدمها لازم نرح تجيك بالـ الورقة المعادلات ضمن الامتحان فبالتالي هاي لازم نعرف هاي في حالة Steady State Concentration واصل كـ Peak and Trough كـ Minimum and Maximum هنا ما راح يوصل الـ Steady State Concentration تقريباً بالـ Infusion يعني خلال نص ساعة ساعة مثلاً فلازم ننتبه فهذا الـ Accumulation Factor Multi Dose Multi Dose Accumulation وهذا Infusion Accumulation وهذا الـ Time الأريضة هذا الـ Time الأريضة هذا فيما يخص يوصل Short Infusion at Regular Interval فبالملخص عدنا Single IV حسبناها أبسط معادلات Multi Dose يوصل لنا هذا الـ Accumulation Factor الـ Infusion فقط هذا وفي حال وصل Steady State ناخد فقط هذا وفي حال أدين Infusion Plus Regular Interval نسوي هذه المعادلة كاملة اللي هي عبارة عن دمج كل المعادلات وارجع وقول المعادلات ليست حفظ وإنما نطقي مياه بالامتحان بس لازم تعرف وين تستخدمها وبعد هذه المحاضرة راح نحول إلى محاضرة الاستفايدات حتى نحتيها بأرقام وأكثر وضوحاً من هذا الشيء ترجمة نانسي قنقر